بيقول لحضرتك إبقى لفتاني الخبر اللازل نشرط صحيفة اليوم السابع من باريس على جوء السلطات المحلية الوضع عدة مباول في شارع إلسان لوي واحتجاج الناس على إنها مكشوفة تماما في مواجهة نهر السين أمام السفن السياحية هتقول يا شباب والنبي الشكل المبول على ضفاف نهر السين أرصفة للتباول في باريس بين الترحيب والاستياء هتشوفوا ده الكلام المقال بتاع الدكتور عمرو عبد السامي لقطة حلوة قوي لقيتها الدكتور عمرو عبد السامي هيا في صحيفة الأهرام وبيقول إنه يعني كلام غريب قوي إنه يتقالوا على رغم من قبنها مباول عامة صديقة للبيئة اللي موجودة قضام نهر السين وعبارة عن صد نوك له وفتحة من الأمام وفي أعلاه ومزهرية بها قش يتحول إلى سمات صالح للاستخدام في العداء ومتنزلات عامة لأن احتجاجات الجمهور توصلت على شكلها وانكشاف على شكل المبولة وانكشافها وإكرارها لمنطق التمييز دي المبولة ونبقى قربها لكده المبولة مين اللي معانا النهاردة أبو شعر ولا أبو داء أبو شعر يلا أبو شعر ده قدم لي خش على الموضوع خش على الشعر يا أبو شعر هذه المبولة اللي الناس مستقى منها خلي بقى حضراتكم مبولة على نهر السين بص المبولة عاملة إزاي يعني حاجة مفتخرة افتخارا فخورا يعني دي قدام فيها زي ما بوله كده أعلام مزهرية بقى قش يتحول إلى سمات صالح للاستخدام يعني حضرتك واقف تعمل ببي الببي بتاع حضرتك بيتحول إلى سمات ويتحول إلى يعني على طول بيحصل عملية تفاعل للبيبي بتاعك بيستفيدوا منه حتى الببي يعني أنا متكلم على ناس يا جدعان إحنا وصلنا لمرحلة مسخرة أو الله يعني إحنا قادل 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 البتاع أو الراجل وقف يعمل ببيها هو البتاع الأحمر اللي فوق ده حاجة كده زي ما الدكتور عمره سمع بيقول له فتحة عبارة عن صندوق له فتحة من الأمام وفي أعلاه مزهرية بها قش يتحول إلى سمات صالح للاستخدام في الحدائق والمتنزهات العام إلى أن احتجاجات الجمهورة وصلت على شكلها وانكشافها قالوا إزاي ده قدام نهر السين مانفعش وغض النظر عن تلك المناقشة حول مكان وتصميم وتناقض هذه المباول مع الجو المحيط بالأماكن الفنية والأسراء والتاريخية فنها في نهاية المطاف قدامت حلل لكي لا يتباول الناس في الخلاء يعني هو ده الدكتور عمره بيقول يا جدعان ده مش وحش أفضل من الناس يتباول في الخلاء وأنا أكتب هذا كلام مشيرا إلى ظهرة كارسية السائدة في مصر يا عم عمر يا دكتور لكل ماشيين كويس يا دكتور عمر لا ما سكيتش الدكتور عمر بقى قال لك تعالى بقى أعمل لك مقرة كده لطيفة خلي بالحضراتكم أبو شعر ونها بيشتغل معاه في قتة اللي جاي دي دي المبولة بتاعة نهر السين ماشي حط كلام عين بتاعة الدكتور عمره عم سامع كده وهاتلي نهر السين على يدك اليمين وهاتلي المبولة بتاعة مصر على يدك الشمال اشتغلي بقى حال هتلاقي انه آه بتاع ما تعمليش ببية على البتاع والودواء في عمل ببية فيه يافطة كده قولك لا تتبولوا والودواء بيتبول وهاتلي بتاعة نهر السين على اليمين الدكتور عمر كان ماشي كواس وقعد راح باخدنا قال لك لا تعالوا بقى تعالي نشوف مصر عملت ايه فشلت الأسر المصرية في تعليم أبنائها ضرورة التوقف على ذلك السلوك المشين اللي هو ايه حضرتك اللي هو تقف تدي وشك للحط وتدي تعمل ببية بالإضافة لذلك فإن عدم قيام السلطات المحلية اللي هي السلطة المحلية اللي عندنا يا بصوا حضرتكم بقى كلام معيب لعمر عبد السميع أستاذنا ودكتورنا العزيز على الشمال المبولة بتاعة نهر السين اللي عليمين المبولة بتاعتنا اللي في الشارع انتواخدين بالحضرتكم وفي حيث تجوه ايه مع الراجل بتاع المبولة بقولك ايه عدم ايه رجاء عدم ايه التبول مش كده عدم القيام بالتبول في الشارع الراجل زي ما يكون على رأي حسن يوسف مع ابحليبي حفظ والقدي قلوت في في مسلسل بتاع في فيلم بتاع الخطايا ايه بيقول له ايه بعد عني فحسن يوسف قال له ما هي لما بيقول لك ايه بعد عني يعني قرب مني احلينا نفس النظام بصوا رجاء عدم التبول احلينا عشين بالعكس خلف خلاف بصوا عندنا حضراتكم وبعدين على رأي فيلم الاستاذ هاني هاني رمزي اللي هو بتاع بتاع ايوة غابي منه فيه بتاع الاستاذ رمي امام هاني غابي منه فيه لما عمل ببيء وبعدين ايه ده ظهره للجدار الجدار اه مفجر الجدار فقال له انت ديناميت يا ابني ولا يا ببيء انا بالم يا ابني ولا ايه حاجة كده احنا عندنا هنا في مصر ما شاء الله والله ما شاء الله احنا عندنا الحاجات بتاعتنا البيبي بتاعنا بياكل في الصدق البيبي بتاعنا بياكل في المواسير البيبي بتاعنا بياكل في الطوب انا مش بقول كلام من بطاريا لا ده صحيح ده صحيح فالامر هنا مختلف يعني ما بين نهر السين البيبي بتاع نهر السين والبيبي بتاعنا فرق شاسع وبعدين حضرتك الراجل بيروح الملبي كده بيقف على الحيطة كده وحضرتك وانت بتعرفش وبعدين كن شوية يبص يمين وبعدين يبص شمال يعني انت واقف عمل حجة على الحيطة خلاص الحيطة يعني انت واقف لا نادي مش مكشوفة من هنا امكشوفة من هنا طيب وقف ليه على الحيطة بتعمل ايه على الحيطة بيعمل بيبيه طيب يا فن ما انت لو رأت قالك لا ما انا هخلص هعمل هديها وبعدين هامشي بقى من غير ما والريحة يا عم الحق والريحة فتقوله ايه طيب ما موقع حدك تروح تعمل بيبيه في البتاع بتاع اللي هي اسمها الايه المراحيط اتريه بقى حددك بروح المراحيط بيدفع جنيه ولا اتنين جنيه على الببيه بتاع المراحيط اخذ بحضرتك يعني انا دلوقتي رايح عامل بيبيه في المراحيط بتاعة بتاعة التحرير ولا بتاعها الناس عايزة تمشي اه انتو عايزين اه انتو عايزين فحضرتك تروح تعمل تعمل الحمام بتعمل حمام في المراحيط في التحرير تلاقي واحدة قاعدة على الحمام واحد أدعى الحمام بالرجال واحد أدعى صباح الفل كل سنة وحضرتك طيب تديها جنيه تبصلك كده صباح الفل كل سنة وحضرتك طيب تديها كمان جنيه يبقى اتنين جنيه تقولك صباح الفل كل سنة وحضرتك طيب هي عايزة تقفل الخمسة جنيه هي عايزة تقفل الخمسة جنيه وبعدين ما تديها خمسة جنيه هي بتبقى واخدة بالها انت دخلت الحمام وقفلت على نفسك هتاخد راحتك شوية ولا هتعمل بيبيه سريع كده وتمشي لو عملت بيبيه سريع وتمشي بتاخد منك 2 جنيه 2 جنيه ونصف 3 جنيه لو عملت بيبيه بتاعة بتاديك 5 جنيه تفساو عليكم راح اعمل بيبيه أنا كمان با